هذا الموضوع من الموضوعات الحساسة جدا فيما يرتبط بظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بادئ ببدء لابد أن نلتفت إلى نقطة مهمة جدا من أننا لا نمتلك كل التفاصيل وكل المعطيات التي ترتبط بمشروع إمام زماننا لأسباب كثيرة أشير إلى سبب واحد منها لا أريد أن أتوغل في كل تفاصيل الموضوع هناك قضية منطقية واضحة المشروع المهدوي أمر سري وفي غاية السرية فليس من المنطقي وليس من المتعقل أبدا أن تكشف لنا التفاصيل كل مشروع على وجه الأرض فيه نقاط قوة وفيه نقاط ضعف نحن نعتقد أن المشروع المهدوية سيكون خليا من نقاط الضعف هكذا نعتقد على الأقل هذا هو معتقدنا فلا نتوقع أن الأئمة سيكشفون لنا أسرار هذا المشروع بشكل واضح وصريح وبين يسهل الوصول إلى أسراره لكل أحد للعدو والصديق هناك جانب كبير مخفي علينا ولا علم لنا به لا أريد أن أتحدث عن أن نكم من النصوص والمعطيات ما وصل إلينا أضاع ولكنني لو وقفت عند هذه النقطة فقط أعتقد أن صورة تكون واضحة من أن المشروع في غاية السرية فلا يمكن أن تكشف لنا تفاصيله الكاملة حدثنا الأئمة عن مجريات ما يجري على أرض الواقع الاجتماعي ما يجري على أرض الواقع السياسي وهذه الأمور لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى أسرار المشروع المهدوي الأئمة تحدثون كثيرا عن السفياني وما علاقة السفياني بأسرار المشروع المهدوي السفياني نظام سياسي يكون في الشام في سوريا غاية ما ننتفع من علمنا بوجوده أنه علامة قريبة من عصر ظهور إمام زماننا ما علاقة السفياني وكذاك الخراساني وكذاك اليماني وكذاك الصيحة هذا الكم الهائل من النصوص التي تحدثت عن علائم الظهور عن وقائع كونية عن وصف للواقع الاجتماعي أو الواقع السياسي أو ما عليه الناس إن كان ذلك في الجو الشيعي في الجو السني في الجو العربي في الجو غير العربي إلى بقية التفاصيل التي تحدثت عنها رواياتهم كلماتهم أحاديثهم كل ذلك لا علاقة له بأسرار المشروع المهدوي الروايات لم تحدثنا عن التقنيات التي ستكون موجودة في معسكر الإمام حين أتحدث عن المعسكر لا أتحدث عن المعسكر بالمعنى العسكري وإنما عن الجهة التي يكون فيها الإمام لم تحدثنا الروايات عن التقنيات عن الأجهزة عن الأساليب عن المخططات لأن هذا من أسرار المشروع فلا نملك تصورا دقيقا لكننا يمكننا أن نستكشفه من خلال إشارات مثلا حينما نقرأ في الروايات وفي الأحاديث من أن الإمام يضع يده على رؤوس الخلائق فيجمع بذلك عقولهم جمع العقول يحتمل معنيين وهما سيحصلان معا معا المعنى الأول لجمع العقل هو تفجير الطاقة العقلية الكامنة عند الإنسان التي لم تفجر لحد الآن أعتقد أنك مطلع على أن العلماء حين يتحدثون عن عقول كبار نوابغ علماء الغرب أمثال أنشتاين مثلا يقولون أن هؤلاء ما استعملوا من قدراتهم العقلية ومن قدراتهم التي هي في أدمغتهم لم يستعملوا إلا بمقدار أربعة بالمئة أو أقل وهؤلاء هم النوابغ غير النوابغ ربما لم يستعملوا شيئا من عقولهم ولذا فإن الإنسانية تبحث الآن عن الأساليب التي تستطيع أن تفجر هذه القدرات الكامنة في العقل البشري الإمام يضع يده على رؤوس الخلائق يجمع بذلك عقولهم أولا هناك تفجير للطاقات الكامنة في هذه العقول وثانيا هناك رقي يضاف إلى هذه العقول قطعا حين تتفجر الطاقة الكامنة في العقول وحين تترقى العقول لابد من تغيير كبير سيطرأ على النظام اللغوي لأن اللغة هي وسيلة للتفاهم التفاهم ما هو هو حركة الفهم فيما بين وبينك حركة الفهم فيما بين الناس فحركة الفهم هذه تؤثر بهذه الأطر اللفظية وبهذه الأصوات التي تصدر من الناس والتي تسمى باللغات بالألسنة قولوا ما شئتم تنسجموا مع المستوى العقلي الذي يكون عليه الإنسان هذه الألفاظ هي صورة لإشارات ذهنية أنا لا أستطيع أن أتلفظ من دون أن تكون هناك إشارات في ذهني هناك إشارات ذهنية تتحول عبر الجهاز الصوتي إلى أصوات إلى ألفاظ إلى كلمات هذه الإشارات الذهنية التي تكون في ذهني تختلف عن الإشارات الذهنية التي تكون في ذهني غيري فكل ذهن وكل عقل بحسبه بحسب مستوى إدراكه وبحسب مستوى المعلومات المختزنة فيه تصدر منه تلك الإشارات ولذا تختلف التعابير من شخص إلى آخر لماذا تختلف التعابير من شخص إلى آخر لما يتحدث شخص ويقال لهذا الشخص من أنه بليغ فصيح هذه البلاغة والفصاحة إذا أردنا أن نبحث عن جذورها ليست في اللسان وليست في الشفتين وليست في الحبال الصوتية التي هي في الحنجرة هذه الفصاحة والبلاغة هي ترجمة لإشارات ذهنية الفصاحة والبلاغة أصلا في عقله والعقل هو الذي يعطي إشارات ذهنية تترجم عبر الجهاز الصوتي أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن تشريح المنظومة الصوتية أو اللغوية عند الإنسان وإنما أريد أن أقرب الفكرة من أن العقول حين تترقى فلابد للنظام اللغوي أن يترقى وحينما يترقى النظام اللغوي وتترقى طريقة التفكير لا بد من وجود بيئة وجو ومساحة تكون فيها الأشياء تتناسب مع هذا التطور اللغوي وإلا لا يمكن أن نتصور أن الإمام المعصوم يطور عقولنا ثم يطور النظام اللغوي والروايات تحدثنا عن أن كل العلم الذي خرج على وجه الأرض من زمان آدم إلى يوم الظهور هكذا يعبر عنه بشكل رمزي عبارة عن حرفين ومن أن الإمامة حين ظهوره سيخرج خمسة وعشرين من الحروف وقطعا نحن حين نتحدث عن الحروف إننا لا نتحدث عن الحروف بالمعنى اللغوي أو الكتابي المقصود من الحرف الجهة وحينما يقال من أن الإمامة المعصوم سيخرج خمسة وعشرين من الحروف لربما بعض هذه الحروف هو أوسع من بقية كل الحروف لا يوجد هناك تساوي الحرف لغة يعني الجهة فإنني أقف مثلا على حرف هذه الطاولة هذا هو حرف الطاولة يعني نهاية الطاولة هذه جهة الطاولة من هذا الطرف وهذه جهة الطاولة من هذا الطرف هذه حروف الحرف جهة اتجاه فإن الإمامة يخرج خمسة وعشرين من الحروف يعني خمسة وعشرين من الاتجاهات العلمية المختلفة ولربما في كل حرف من هذه الحروف أصناف من المعارف والعلوم التي لا نتخيلها الآن قد يكون هذا الحديث المشهور والمعروف عن سيد الأوصياء من أن رسول الله علمني ألف باب من العلم وفي بعض الروايات علمني ألف ألف باب من العلم ينفتح لي من كل باب ينفتح ألف ألف باب وكل ذلك إشارة إلى التنوع فإنني أقول لا يكون الكلام منطقيا وأنا أتصور أن الإمام الحجة صلوات الله وسلام عليه يفجر طاقة العقول ويقوم بترقية العقول وتبعا لذلك يترقى النظام اللغوي ويفتح أبواب العلم ولا يكون هناك شيء على أرض الواقع يمكن أن نتصور هذا المعنى لا بد أن يكون هناك من التطبيقات العملية والعلمية على أرض الواقع التي تتناسب مع هذه المعاني حتى تكون هذه التصرفات وتكون هذه الأفعال منطقية وحكيمة فلا يمكن أن تصدر كل هذه التفاصيل عن الإمام المعصوم والناس مثلا تعيش في صحراء خالية لا يمكن أن يكون هذا الكلام منطقية هناك قضية مهمة جدا هل أن الحقيقة تنحصر في الذي نراه هذه قضية مهمة جدا تغفل عنها البشرية وإن كانت العلوم المعاصرة بدأت تدرس هذا الموضوع وبدأت الفيزياء الكونية تتلصص إلى داخل تفاصيل هذا الكون فهل فهل ما نراه يمثل الحقيقة الكاملة الجواب وبضرس قاطع كلا وكلا 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 إلى تريليون مرة ما نراه هو ما نستطيع أن نراه فلا الكون الذي حولنا ينتهي بما نراه ولا الحقيقة الكاملة تتجلى لنا وتظهر لنا في الذي نراه كما يقولون عرفت شيئا وغابت عنك أشياء إننا نرى شيئا ولكن الأشياء الأكثر تغيب عنها نحن إذا أردنا أن ننظر وفي دائرة ضيقة حاسة البصر عند الإنسان حاسة البصر عند الإنسان بحدودها لنقف عندها بحدودها بحدود هذه الحاسة فإننا لا نرى الأشياء الكبيرة جدا ولا نرى الأشياء الصغيرة جدا ولا نرى الأشياء البعيدة جدا وفي بعض الأحيان حينما تكون الأشياء قريبة جدا مننا لا نراها وهناك أشياء لا نستطيع أن نركز النظر فيها فهل نستطيع أن نملأ عيوننا من الشمس مثلا لا نستطيع أن نملأ عيوننا من الشمس ولكن الإنسان ماذا يتخيل يتخيل أنه قادر على أن يرى كل شيء هذا يخيل له يعني الآن أنا أو أنت جميعنا فيما بيننا وبين أنفسنا نتصور وهو تصور خاطئ من أننا نستطيع أن نرى كل شيء إلا أن نتنبه من أن هناك أشياء كبيرة هناك أشياء صغيرة ولكن بشكل عام هناك غفلة تسيطر علينا نتصور أننا قادرون على أن نرى كل شيء ونحن لا نرى من الأشياء ما يعد شيئا لأننا إذا أردنا أن ننظر فإننا ننظر إلى ما حولنا فقط الآن خارج هذا الجدار لا نرى إذا سرنا في الشارع نرى مقدارا معينا من الشارع وكذا حتى إذا صعدنا على مكان عال صعدنا على سطح بناية عال لا نرى شيئا فما نراه لا يمثل الحقيقة وما ندركه لا يمثل الحقيقة كلمة لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول فإن أكثر الحق فيما تنكرون فإن أكثر الحق فيما تنكرون وإن كانت هذه الكلمة بحاجة إلى شرح إلى بيان أنا ذكرتها استطرابا لا أريد أن أتوغل في تفاصيلها حين نقرأ مثلا على سبيل المثال حين نقرأ من أن الإمام الحجة صلوات الله وسلام عليه حين يقبل إلى العراق فإنه سينزل في الكوفة عند مسجد السهلة في سبع قباب من النور بيضاء لا يعلم هو في أي قبة من هذه القباب هذه قباب تنزل من السماء هذه تعابير كانت تتناسب مع ذلك العصر بالضبط ما هي الصورة الحقيقية لهذه القباب نحن لا نملك التفاصيل إذا أردنا أن نبحث وراء هذه الجزئيات يمكن أن نجد مجموعة من هذه الجزئيات في الروايات والأحاديث إذا ما جمعناها مع المقدمات التي أشرت إليها كل هذا يحدثنا عن تقنيات وعن تفاصيل ستكون على أرض الواقع نحن لا نملك التفاصيل الكاملة عنها لكن قطعا قطعا لابد أن تكون هناك تقنيات تتفوق على التقنيات التي تكون في عصر ظهوره الشريف وإلا لن يكون الكلام منطقيا أبدا لا بد أن تكون هناك تقنيات تكون مذهلة وتكون مرعبة لأصحاب التقنيات الكبيرة الكبيرة الهائلة في وقت ظهوره فإن الأحاديث تخبرنا من أن الرعب يسير أمامه مسيرة ثلاثة أشهر كيف يسير الرعب قطعا الرعب إنها الحرب النفسية إنها فنون الإعلام إنها حرب الإعلام إنها حرب الدعاية والإعلام إنها إنها الحرب النفسية بكل تفاصيلها يسير الرعب أمامه مسيرة ثلاثة أشهر كيف يتحقق هذا المعنى في الوقت الذي التقنيات والمعاصرة في زماننا تستطيع أن تستكشف كل صغيرة وكبيرة إن لم تكن هناك حقائق على أرض الواقع تبعث على هذا الرعب لما صور هذا الرعب بهذه الصورة الهائلة مسيرة ثلاثة أشهر مسيرة ثلاثة أشهر حتى إذا أردنا أن نعدها بحساب حركة الإبل والجمال فإن البعيرة كان يقطع في اليوم كما في الأحاديث يقطع بالشكل الاعتياد نفس المسافة التي هي في الشرع يقال لها مسافة قصر الصلاة إذا ضربتها بتسعين يوم مسافة بعيدة كبيرة جدا مع أن الروايات والأحاديث لا تتحدث عن هذا المضمون إنها تتحدث عن قضية كبيرة وبعيدة جدا تريد أن ترسم صورة في أقصى ما يمكن أن يتصورها المتلقي هناك كم هائل من النصوص إذا أردنا أن نتتبعه يعطينا هذه الفكرة يعطينا هذه النتيجة يعطينا هذه الصورة من أن التقنيات التي ستكون موجودة في عصر الظهور ستكون أقوى بكثير جدا من التقنيات التي يمتلكها الآخرون من أرباب النفوذ والقوة والسلطة ومن الحضارات الأخرى على وجه الأرض فعينما تخبرنا الروايات من أنه يوجه جمعا من أصحابه إلى القسطنطينية والقسطنطينية عنوان لأقوى مدينة في السلاح وفي التكنولوجيا والحضارة والعمران القسطنطينية التي كانت عاصمة للدولة البيزنطية الروايات لا تتحدث عن القسطنطينية بما هي هي رمز للمدينة الأقوى للحضارة الأقوى في زمن ظهوره الشريف الروايات تقول أنه يبعث بعثا من أصحابه جمعا من أصحابه فحينما يقاربونها وهي مدينة واقعة على البحر يأتونها سيرا على الماء وأهل المدينة ينظرون إليهم من بعيد فيرون جمعا من العسكري جمعا من الناس يسيرون بشكل اعتيادي وسريع جدا على وجه الماء وحين يقتربون من المدينة فإن حصونها ستتساقط في زماننا هذا إذا أردنا أن نتحدث عن زماننا مثلا لا توجد حصون للمدن إنما حصونها هي حكومتها الألكترونية في زماننا هذا حصون البلدان الآن هي أنظمة المراقبة فيها حصون البلدان الآن هي كاميرات وأجهزة التصوير والمتابعة والتدقيق والفحص والتحليل حصون البلدان الآن هي هذه التقنيات المتطورة التي وصل إليها العلم نعرف البعض منها والبعض منها لا نعرفه فإنها أسرار الدول وإنها التكنولوجيا السرية التي لا تطلع الدول الأخرى والشعوب الأخرى على تفاصيل إسرارها فهؤلاء إذا ما قاربوا القسطنطينية جاءوا سيرا على الماء وتبدأ حصون المدينة بالتساقط فيقولون إذا كانت هذه مقدمة جيشه إذا كانت هذه مقدمة قوته فإذا جاء هو بنفسه فبأي قوة سيأتي وهي صور تقريبية فمثل هذه الصورة إنها لا تحدثنا عن أسلحة كانت في زمان الأئمة ولا عن أسلحة موجودة في يومنا هذا والحديث في زمن قديم وبلسان المدارات وبلسان المقاربة هذا يكشف عن أن أشياء كثيرة لا علم لنا بها ولم تصل إلينا تفاصيلها كل هذا إنما هو قبسات سريعة من طوايا أحاديثهم الشريفة وكل هذا أيضا أخذته من عالم الأرض أما إذا أردنا أن نذهب إلى الروايات والأحاديث التي تخبرنا عن جيوش الملائكة التي ستناصر الإمام عن جيوش الجان الذين سيناصرون الإمام عن المخلوقات الأخرى في الكواكب الأخرى التي ستلتحق بجيش الإمام الروايات حدثتنا عن مواقع في الكون سميت في الروايات بجابلقا وسميت في الروايات بجابرسا وأسماء أخرى وحديث عن مدن مدن حصينة في السماء كمدنكم في الأرض إن في هذه النجوم وفي هذه السماء الروايات تقول إن مدن حصينة كمدنكم في هذه الأرض حدثتنا الروايات بتفاصيل كثيرة عن تلك الأمم وتلك الكائنات التي تقطن في هذه البقاء من الكون من أنهم يمتلكون من الحضارة ما لا وجه للمقايسة بين حضارة الإنسان على الأرض وبين حضارتهم ومن أنهم يمتلكون من القدرات الفائقة حتى حين تحدثنا الروايات عن معادن سيوفهم فإنها تخبرنا أن معادن سيوفهم تختلف عن معادن الأرض إذا أردنا أن نجمع بين التفاصيل السابقة وبين هذه التفاصيل التي حدثتنا عنها الروايات أيضا وهناك وهناك كل هذا ينبينا أن أشياء كثيرة نحن لا نعلم بها وأن تفاصيل كثيرة هي من أسرار هذا المشروع ما هذه الروايات التي أشرت إليها وبشكل مجمل إلا إشارات أو لمسات أو نفثات عبر ما شئت أن تعبر تشير من بعيد إلى قضية كبيرة جدا جدا لا أدري هل أن هذا الجواب قد غط جانبا من سؤالك أم لم يغطي إذا كان هناك من تعليق كل سم وإذا كان الجواب وافيا فإنني بانتظار سؤال آخر ترجمة نانسي قنقر